المقطع الزماني الذي نعيش فيه بحسب تتبعي لمجريات الواقع زمانا ومكانا حين نتحدث عن الزمان لا نستطيع أن نتحدث عن الزمان مفصولا عن المكان ونحن نتحدث عن المشروع المهدوي الأعظم هناك تلازم بين الزمان والمكان على الأقل بين المكان المباشر الذي أقصده بالمكان المباشر المكان الذي يبدأ فيه المشروع المهدوي الأعظم في أوائل حركته ونهوضه هناك منطقة جغرافية أصطلح عليها منطقة الظهور وكثيرا ما أستعمل هذا المصطلح في أحاديثي وبرامجي حين أتحدث عن ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه منطقة الظهور أعني بها المنطقة الجغرافية الأرض البلدان التي تنشأ فيها النواة الأولى وتبدأ الحركة الأولى للمشروع المهدوي الأعظم العراق الجزيرة العربية بما فيها في وقتنا الحاضر السعودية واليمن اليمن بشطري عمان وإمارات ودول الخليج العربي الكويت الإمارات الإمارات العربية المتحدة قطر البحرين زائدا إيران زائدا تركيا زائدا بلاد الشام الشام الكبير سورية الأردن لبنان فلسطين زائدا مصر هذه الدول هي التي تنشأ فيها النواة الأولى للدولة المهدوية للمشروع المهدوي الأعظم من نتيجة هذه المنطقة الجغرافية التي أشرت إليها هذه المنطقة هي التي أصطلح عليها منطقة الظهور وحين نتحدث عن الزمان فإننا نتحدث عن الزمان بتفاصيله التي ترتبط بالمكان إذ أنني لا أتحدث عن الزمان بنحو المطلق وإنما أتحدث عن الزمان الذي يرتبط بالمكان ويرتبط المكان به وبالتالي فإن الناس سيكونون في هذا الوعاء الزمان والمكان في آن واحد وهنا تجري المجريات وتتحقق المتحققات من الأحداث فإذا أخذنا بنظر الاعتبار كل هذه المعطيات وإن كنت قد أشرت إليها بنحو إجمالي لكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار كل هذه المعطيات بحسب فهمي ولا أفرض فهمي على أحد وبحسب تتبعي للأحداث التاريخية وبحسب دراستي للواقع الإنساني للواقع الجغرافي وللواقع التاريخي وللواقع السياسي وللواقع الاجتماعي وللواقع الحضاري في هذه المنطقة وقطعا هذه المنطقة ما هي بمعزولة عن العالم ولكن لأن هذه المنطقة زمانا ومكانا تكون مباشرة للمشروع المهدوي ويكون المشروع المهدوي مباشرا لها حينما نشبت الحرب العالمية الثانية في الأربعينات دخل العالم بأجمعه في مرحلة تاريخية حاسمة فكانت هناك الكثير من المتغيرات على جميع المستويات وحينما طويت صفحة الحرب العالمية الثانية حدث تغيير هائل في العالم بسبب الانعكاسات النفسية الاجتماعية السياسية وتطورت الكثير والكثير من الرؤى الفلسفية لمستقبل العالم وأنا هنا لا أريد الحديث عن كل شيء دخل العالم في مرحلة مخاض شديد تمازجها استراحة بعد حرب عالمية أكلت ما أكلت من البشر ومن واقع الحياة فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى سنة 1960 يمكن أن نقول طويت ذيول مرحلة الحرب العالمية الثانية ودخلنا في مرحلة الستينات والتي تبدأ منذ عام 1961 دخلنا فيما سمي بالعصر الذهبي بالنسبة للأمريكان والأوروبيين وهذا أيضا انعكس على دول العالم الأخرى ولكن بالنسبة للأمريكان وللأوروبيين بدأ العصر الذهبي عندهم ما يسمى بالعصر الرومانسي ما يسمى بعصر العظمة ابتدأ منذ سنة 1961 في منطقة الظهور في المنطقة التي أشرت إليها قبل قليل حدثت أحداث كبيرة جدا إذا ما أردنا أن نؤرخ لمنطقة الظهور منذ سنة 1961 فإن هذه المنطقة هي الأخرى تأثرت بالمتغيرات الجديدة التي التي ظهرت واضحة في الحياة الأمريكية وفي الحياة الأوروبية بدأت وبدأت الميوعة في الحياة وظهر النبوغ الأدبي والفني والفكري واضحا في العالم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها وفي العالم القديم المتحضر في العالم الغربي الأوروبي ما يسمى بعصر الأبطال بعصر الفنون بعصر العظماء سمي ما شئت بحسب هذه التسميات الشائعة في الثقافة الغربية التي أرخت ودرست الواقع الإنساني بنحو عام أو ما يرتبط بواقعهم الأمريكي والأوروبي لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الجزئيات ولكن منطقة الظهور حدث ما حدث فيها من التغيرات والتبدلات على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي والتقني أساليب الحياة تبدلت وتغيرت كثيرا عما كانت عليه الحياة في هذه المنطقة ما قبل الستينات الحدث الكبير الذي ترك آثاره ولا زالت آثاره إلى اليوم الحرب العربية الإسرائيلية سنة سنة 1967 ما عرفت بنكسة حزيران لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة لأن البرنامج ليس برنامجا للأحداث التاريخية ولكن بعد أن انتهت الحرب فيما بين العرب وإسرائيل والنتيجة واضحة العرب مهزومون على طول الخط ولا زال العرب مهزومين إلى هذه اللحظة تغيرت المعادلات السياسية في المنطقة وتبدلت منظومة العلاقات السياسية والدبلوماسية في العالم فكل دول العالم أعادت حساباتها في تنظيم علاقتها مع الغرب ومع إسرائيل بعد الحرب العربية الإسرائيلية التي انهزم فيها العرب فهذه الهزيمة أدت إلى تغيير في المزاج العربي على جميع المستويات حتى في التفكير الاقتصادي وتبدلت منظومة النفط في المنطقة وحتى في العالم بعد هذه الحرب لا أريد لا أريد أن أسب كثيراً لكن هذا الحدث كان له من التأثير الكبير على منطقة الظهور لا زالت الترددات والآثار إلى هذا اليوم وجاء بعد ذلك بعد سنة ألف وتسعمية أو سبعة وستين جاءنا حدث كبير مزلزل سنة ألف وتسعمية أو تسعة وسبعين الثورة الإيرانية سقوط النظام الشاهنشاهي حدث مزلزل كبير في جميع الاتجاهات لازلت أتذكر كلمة لوزير الدفاع الإسرائيلي موشي دايان حين قال الثورة الإيرانية زلزال ضرب المنطقة آثاره ستصل إلى جميع أنحاء العالم آثارها الزاته تحول كبير بكل المقاسات انتصار الثورة الإيرانية الإسلامية التي عنونت بهذا العنوان ثورة إسلامية الشيعية ثورة إسلامية شيعية غيرت كل المعادلات بل إن بل إن بوصلة التفكير الاجتماعي السياسي أخذت تتحرك باتجاه مخالف للإن للإتجاه للإتجاه كانت تتحرك فيه قبل انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية ولا زالت تداعيات هذه الثورة إلى هذه اللحظة في منطقة الظهور وتستمر الأيام والليالي حتى يأتينا حادث مزلجل هو الآخر سقوط النظام الصدامي سنة 2003 وبعد ذلك يأتينا حادث هو الآخر مزلزل سقوط نظام حسن مبارك في مصر نذهب إلى فصل قد يقول قائل من أنك قد أغفلت حدثا كبيرا مدويا تفكك الاتحاد السوفياتي لا أنكر فهذا الحدث حدث مدوي فعلا لكن تأثير تفكك الاتحاد السوفياتي كان في العالم الغربي أكثر منه في منطقة الظهور ومن هنا ما أشرت إليه بشكل خاص قطعا قطعا هناك تأثيرات وتأثيرات واضحة على منطقة الظهور حينما تفكك الاتحاد السوفياتي وتناثرت دوله هنا وهناك لكننا في الحقيقة إذا أردنا أن نكون في بحثنا مراعين للدقة والعمق بحسب ما أعتقده فإن الاتحاد السوفياتي مات موتا سريريا منذ زمان خروشوف حينما انطوت صفحة خروشوف بعد ستالين يمكنني أن أقول من أن الاتحاد السوفياتي دخل في مرحلة الموت السريري إلى أن جاء قرباتشوف وأعلن موته بشكل رسمي لست في مقام التحليل ولا في مقام سرد الأحداث التاريخية إنني أتحدث عن خصوصية الزمن مثل ما قلت هناك الزمن اللحظة وهو الوقت الذي نعيشه الآن وكان الحديث عن شهر رمضان وهناك الزمن المقطع المقطع الطويل والذي ربما نموت ويبقى وربما بدأت بداياته والأجيال لم تولد الذين ولدوا مثلا في السبعينات في الثمانينات في التسعينات والأجيال القادمة هؤلاء جاءوا وهذا المقطع الزماني قد بدأ قد رفعت الستارة عن خشبة المسرح وإن الأحداث بدأت تتوالى على المسرح منذ سنة ألف وتسعمية واحد وستين حتى صدمت المنطقة بما جرى في سنة ألف وتسعمية وسبعة وستين في الحرب العربية الإسرائيلية لأن حديثي عن منطقة الظهور فإنني أشرت إلى تلك الأحداث حرب سبعة وستين ثورة إيران سقوط النظام الصدامي سقوط نظام حسن مبارك كل هذه المعطيات حركت الأحداث بشكل مفاجئ سريع ليس متوقع كما يصطلح عليه في المصطلحات الإعلامية المعاصرة بشكل دراماتيكي كانت الأحداث تتحرك بنحو دراماتيكي بعد كل هذه الوقائع والذي يجعل لهذه الأحداث خصوصية هذه الأحداث لها ترددات لا زالت موجودة إلى هذه اللحظة حرب سبعة وستين آثارها لا زالت موجودة بينما حدثت بعدها حرب ثلاثة وسبعين ولكنها لم تترك آثارا واضحة مستمرة إلى يومنا تركت آثارا وقتية في حينها آثار حرب سبعة وستين لا زالت موجودة على الأرض ولا زالت موجودة محفورة في الواقع النفسي للمجتمع العربي وللمجتمع الإسرائيلي على حد سواء سلبا أو إيجابا الثورة الإيرانية لا زالت آثارها إلى هذه اللحظة سقوط النظام الصدامي سقوط نظام مبارك لا زالت آثار السقوط مدوية إلى هذه الثانية كل هذه الأحداث أين جرت جرت في منطقة الظهور وهناك حركة لفت العالم ولفت هذه المنطقة إنها حركة ماذا أقول ثورة المعلومات والاتصالات العبارة قاصرة براكين هيجاني ثورة المعلومات والاتصالات هذه هذه التكنولوجيا المتطورة معلومات واتصالات غيرت 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 وجه العالم غيرت وجه العالم وغيرت وجه الحياة في جميع الاتجاهات وفي كل الجهات في كل البقاع والأمكنة ومنطقة الظهور كبقية المناطق فما بين الخصوصية التأريخية لمنطقة الظهور وما بين التجارب الطويلة والعميقة للحضارات التي نشأت وذهبت وللدول التي قامت وتهاوت ولأمم الأنبياء وما فيها من صالح وطالح ولهذا الكم الهائل من معطيات الغيب في هذه المنطقة كل هذا مع هذه الأحداث المتسارعة المؤثرة التي أشرت إلى أهمها مع هذا التغير في جميع الاتجاهات بعد ثورة المعلومات والاتصال كل هذا يجعلنا نقف طويلاً كي نتأمل هذا المقطع الزماني وفي نفس الوقت هو محكوم بسرعة حركة التعريخ وجريانه ما سمي بعصر السرعة والذي دخلنا منذ بدايات القرن العشرين نحن دخلنا عصر السرعة منذ بدايات القرن العشرين حينما حينما تحركت تحركت السيارات سريعة على الأرض وفي الطرقات من هنا بدأ عصر السرعة وحين بدأ عصر السرعة لملم التعريخ نفسه وراح يجري سريعاً راح يجري سريعاً في شرق الأرض وغربها راح يجري سريعاً في شمال الكرة الأرضية وفي جنوبها في كل الاتجاهات فما بين سرعة حركة التعريخ وما بين هذه التقنيات الهائلة المعجزة ثورة المعلومات والاتصالات وما بين هذا الخزين التعريخ لهذه المنطقة وآثار الأحداث المدوية نلمح من وراء ستر رقيق ما يمكن أن نسميه أملاً في حركة المشروع المهدوي الأعظم قضية مهمة جداً لابد أن أشير إليها القضية هذه التي أريد الإشارة إليها من أن الزمن في بعض الأحيان قد يكون زمناً عزيزاً غالياً في الحقيقة إذا أردنا أن نزن الأمور بالحكمة الفائقة فإن الزمن عزيز وغال دائماً ولكننا نتعامل مع واقع الإنسان الذي يخسر الكثير من زمانه إن كان ذلك على مستوى الأفراد من أمثالنا أو على مستوى الأمم من أمثال أمتنا إننا نخسر الكثير والكثير من هذا الزمن الغالي ونلقي به في المزابل ما بين التفاهات وفي أحسن الأحوال اللاشيئيات في أحسن أحوالنا نقضي أوقاتنا في اللاشيء وإلا فهناك التفاهات وهناك ما هو الأسوأ والأسوأ والأسوأ لست بصدد الحديث عن هذه الجهة ولكن نحن والواقع الذي نعيشه هناك زمن يمكن أن نصفه بالزمن العزيز الغالي مقاطع زمانية تلك التي يتحدث عنها أمير المؤمنين والتي يأمرنا أن نغتنمها أن نغتنم الفرص اغتنموا الفرص لأن الفرص تمر مر السحاب فاغتنموا الفرصة الفرصة هي عنوان للزمن العزيز الغالي وإن كان العمر كله فرصة ولكننا نضيع هذه الفرصة أفليس كلمات نبينا وآله الأطهار من أن رأس مال الإنسان في هذه الحياة عمره فهل يفرط التاجر برأس ماله لا يفرط أبدا أهم شيء عند التاجر أن يحافظ على رأس ماله أعمارنا رؤوس أموالنا ولكننا نفرط فيها أنا هنا لست بصدد الوعظ والإرشاد فأنا أولى منكم بأن أوعظ وأن أرشد فلست في مقام الوعظ والإرشاد لكن الحديث يجر الحديث والكلام يفتح أبوابا على كلام آخر وهكذا تتسق الموضوعات وتتناسق الخطب والكلمات القلاصة هناك مقاطع زمانية في أعمارنا في أعمار الأمم في أعمار المجموعات هناك مقاطع من الزمن العزيز الغالي وهي المقاطع التي لو أن الأمة أو لو أن الشخص عرف قيمتها وعرف كيف يغتنمها وكيف يستطيع أن يتحرك فيها إن كان الحديث عن فرد أو عن أمة فإنه سيصل إلى مرامه على أحسن وجه مثلما جاء في الأحاديث الشريفة من أن لربكم في دهركم هذا نفحات فتعرضوا لنفحاته نفحات الباري متواصلة متصلة لن قطاع لها ولكن هناك مراتب خاصة تتجلى فيها نفحات خاصة الحديث يشير إلى هذه النفحات الخاصة وإلا فنفحات جوده وآلاء فضله متواصلة متصلة سبحانه وتعالى إن لربكم في دهركم هذا نفحات فتعرضوا لنفحاته كذاك الحال في أعمارنا وفي زماننا صحيح أن الزمان عزيز على طوله وأن العمر غال على طوله ولكن هناك مقاطع تكون لها خصوصية تلك هي الفرص التي تحدث عنها سيد الأوصية والتي وجهنا إلى اغتنامها أن نغتنمها قبل أن تضيع فهناك مقاطع زمانية غالية وفي هذه المقاطع الزمانية العزيزة الغالية هناك ما هو الأخص حينما تكون حرجة ومراد من الحرجة أن الإنسان لو لم يستغل هذا المقطع الزماني ويتصرف بالشكل المناسب فإنه سيتعرض إلى خسارة كبيرة لن يستطيع أن يعوضها بعد ذلك هناك خسائر يمكن للإنسان أن يتداركها وهناك خسائر يمكن للإنسان أن يعوضها على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم والمجتمعات ولكن هناك خسائر إذا ما خسرها الإنسان فإن الإنسان لن يستطيع أن يتداركها ولن يستطيع أن يعوضها بأي نحو آخر من الأرباح والمناثع هذه الخسائر هي التي يخسرها الإنسان حينما يكون في الزمن العزيز الغالي الحرج حينما يكون الوقت حرجا مع عزته وغلائه نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أحدثكم عن هذا الزمن الغالي الحرج وصل بنا الحديث قبل الفاصل إلى الزمن العزيز الغالي الحرج وكما بينت قبل قليل من أن حديثي عن زمن بهذه المواصفات قد يكون بلحاظ الفرد وقد يكون بلحاظ الأمة وإنما يكون زمنا عزيزا غاليا لأن الأفراد أو لأن الأمة المتحرك الذي يتحرك في ذلك الزمن بإمكانه أن يحقق هدفه وأن يصل إلى مرامه للملابسات وللشؤون المرتبطة بذاك الزمان بذاك المقطع الزماني وما يرتبط فيه من مكان ومن شؤون شخصية واجتماعية ترتبط بالمتحرك إن كان المتحرك فردا أو كان المتحرك أمة وأما أن يكون حرجا فلأنه إذا لم يبادر المتحرك فردا كان أو أمة فإن خسارة عظيمة سيصاب بها من أمثلة الزمن العزيز الغالي الحرج الذي مر على الأمة عموما على الشيعة خصوصا وعلى الباقين ممن هم يقال لهم أهل القبلة ممن يتوجهون إلى القبلة مقطع زماني عزيز وغال وحرج أوضح أوضح مصداق له زمن خلافة سيد الأوصية بعد بعد مقتل عثمان ثار الثائرون على عثمان قتلوه وبدأت وقائع خلافة سيد الأوصية من هنا بدأ الزمن العزيز الغالي الحرج واستمر هذا الزمان إلى يوم عاشراء في يوم عاشراء انتهت هذه المرحلة ولذا في زيارة الناحية المقدسة فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام قتلوا بقتلك الإسلام كانت تلك المرحلة منذ أن سقطت الأمة في ضلال السقيفة والصحيفة فالسقيفة هي انعكاس لصحيفة الضلال التي كتبت في الخفاء وفي السر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله فمنذ أن كتبت تلك الصحيفة المشؤومة ونفذت بعد ذلك في سقيفة بني ساعدة وسقطت الأمة في تلك الهاوية بدأت بدأت مرحلة زمن عزيز غال حرج منذ الأيام الأولى من خلافة سيد الأوصياء واستمرت إلى يوم عاشورة مرورا بأيام إمام إمامنا الحسن وانتهاء بعاشوراء لقد قتلوا بقتلك الإسلام يا أبا عبد الله هذه المرحلة كانت عزيزة غالية حرجة لو أن الأمة بنحو عام أو لو أن الشيعة بنحو خاص ما كانوا على ما كانوا عليه لما كان الذي كان وعلينا أن نعد نعتبر الذي جرى بحسب المعطيات المتوفرة لدينا ونحن ندعي أننا شيعة للحجة بن الحسن وندعي من أن إمامنا يمتلك مشروعا أعظم وندعي ما ندعي بحسب المعطيات ومثل ما قلت في أول حديثي في هذه الحلقة وحتى في الحلقة الماضية من أن 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 أتحدث ضمن رؤيتي وفهمي وما دام الحديث ضمن رؤيتي وفهمي فلا يعني أن الحديث سيكون صائبا بالضرورة قد أكون صائبا بشكل كامل قد أكون مخطئا بشكل كامل قد يكون في كلامي ما هو من الصواب وما هو من الخطأ أي النسبتين أكبر ذلك أمر يعلمه إمام زماني صلوات الله وسلام عليه لكنني أتحدث بحسب فهمي ورؤيتي للأحداث والمجريات ولما عليه الواقع الشيء بحسب المعطيات المتوفرة على المستوى العقائدي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الإنساني عموما وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الديني في جميع اتجاهاته بحسب كل تلك المعطيات مضافا إلى ذلك ما بأيدينا من معلومات إما هي مأخوذة من منهج الكتاب والعترة وإما هي مأخوذة من اتجاهات مختلفة لكنها لا تكون مرفوضة وفقا لموازين منطق الكتاب والعترة باجتماعي كل ذلك تتولد نتيجة تقول من أننا في مقطع زماني عزيز غال وحرج ربما سأتمكن من الحديث عن بعض من هذه المعطيات فيما يأتي من حلقات هذا البرنامج فنحن محكمون بوقت ونحن محكمون بعدد معين من أيام شهر شهر رمضان أيامه محدودة وحلقات البرنامج محدودة بحدود أيام هذا الشهر الشريف قبل أن أأخذكم في جهة أخرى من الحديث ترتبط وتصب في في نفس المصاب نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم النتيجة التي وصلت إليها وأشرت إليها قبل قليل قبل هذا الفاصل من أننا ووفقا للمعطيات الكثيرة التي أشرت إليها بشكل إجمال وسأتحدث عن بعض تفاصيلها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى فإننا وصلنا إلى هذه النتيجة من أننا نعيش في مقطع زماني عزيز غال وحرج على الأقل هو حرج بالنسبة إلينا حين أقول بالنسبة إلينا بالنسبة إلينا على المستوى الشخصي فنحن ندعي أننا من شيعة إمام زماننا وندعي أننا من المنتظرين وندعي أننا ممن يريد نصرة إمامه وندعي أننا ممن يعمل ويتحرك باتجاه إحياء أمره على الأقل أتحدث عن نفسي فأنا أدعي ما أدعي أدعي هذه الأوصاف وأدعي هذه المعاني وفي الحقيقة إذا أردنا أن ندقق في واقع أمورنا فإن حقيقتنا يعرفها لنا دعاء سيد الشهداء في يوم عرفه إلهي من كانت محاسنه مساوي مساوي إلهي من كانت محاسنه مساوي وإلهي من كانت حقائقه دعاوي فمن كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي هذا هو حالنا هذا هو حالنا بالضبط وبالدقة وبالتفصيل إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي هذا هو حالنا ولكن لابد لنا من أن نتحرك وبالنحو الذي نتمكن منه رغم كل عيوبنا ولا بد أن نفكر وبالنحو الذي نتمكن أن نفكر فيه وبه وحوله رغم كل خطلنا ورغم كل جهالاتنا الخلاصة هي هذه بحسب زعمي ربما لا توافقونني على ذلك بحسب زعمي فإننا نعيش في مقطع زماني عزيز غال وحرج ومثل ما كان الحديث عن الزمان اللحظة عن شهر رمضان وعن أبرز مفردة في شهر رمضان الصوم وعن صوم الجسد وصوم الروح ومن أن الصوم الحقيقي أن تصوم جوانحنا عن الفكر الحرام أن نطهر عقولنا وقلوبنا من الفكر الناصبي الذي اخترق الواقع الشيعي الواقع الشيعي مخترق بشكل قوي بفكر شافعي بفكر أشعري بفكر معتزلي بفكر صوفي بفكر قطبي علينا أن نطهر عقولنا وقلوبنا إذا أردنا أن نصوم صياما صحيحا فمن صام صامت جوارحه ولا تصوم الجوارح إلا بصيام الجوانح إذا كنا نبحث عن صيام كما يريده إمام زماننا وكذا الحال حين يكون الحديث عن المقطع الزماني الطويل الذي نعيش فيه علينا أن نطهر واقعنا من هذا الفكر الناصبي كيف يكون ذلك هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل يأتي الحديث عن في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى لا أستطيع أن أجمع لكم كل التفاصيل في حلقة واحدة ولذا فإن المطالب ستتوزع على طول الحلقات طيلة أيام هذا الشهر الشريف أعتقد أن صورة باتت واضح تشكلها النقطة الأولى التي مر الحديث عنها في يوم أمس إحياء أمر إمام زماننا وجاءت النقطة الثانية نحن في مقطع زماني عزيز غال حرج وظيفتنا وهي النقطة الثالثة وظيفتنا في هذا المقطع الزماني الزماني العزيز الغالي الحرج تطهير تطهير الواقع الشيعي من القذارات الناصبية الفكرية إنني أتحدث في مستوى الفكر والثقافة أتحدث وهدا لإمام زماننا وإلا فالعقل الشيعي بكل هذه القذارات التي شحنها علماؤنا ومراجعنا فيه من دون قصد سيء خدعوا وخدعونا ما بين الفكر الشافعي والأشعري والمعتزلي والصوفي والقطب ذهب العقل الشيعي بعيدا عن ساحة إمام زماننا وهذا الأمر واضح جدا في الرسالة التي وصلت إلى الشيخ المفيد والخطاب موجه إلى مراجع الأمة وعلمائها والإمام يتحدث عن عدم وفاء الشيعة بالعهد المأخوذ عليهم العهد المأخوذ عليهم بيعة الغدير التي مضمونها أن لا نسمح للفكر الناصبي أن يدخل إلى عقولنا إلى العقل الشيعي سيأتي الحديث والكلام أيضا عن هذا الموضوع في الحلقات أو في الحلقة التي تختص ببيانه وشرحه وتفصيله مثل ما قلت قبل قليل من أن المطالب كثيرة مزدحمة أحاول أحاول توزيعها على الحلقات طيلة أيام الشهر الشريف وصلنا إذن إلى هذه الخلاصة أولا إحياء أمر إمام زماننا ثانيا نحن في مقطع زماني عزيز غال حرج ثالثا وظيفتنا إعادة بناء العقل الشيعي من خلال تنقيته من قذارات الفكر الناصبي المضاد والمعادي والمخالف لمنهج الكتاب والعترة والذي تأثر به كبار مراجع الشيعة وكبار مفسري الشيعة وكبار علمائهم وأقحموه في الواقع الشيعي وإلى يومنا هذا إلى يومنا هذا مراجعنا وعلماؤنا يقحمون الفكر الناصبي ويدافعون عنه إلى هذه اللحظة وأدل دليل فضائياتنا المشحونة بالفكر الناصبي مكتبتنا الشيعية المشحونة بالفكر الناصبي مواقعنا الشيعية على الشبكة العنكبوتية منابرنا الحسينية ثقافة الأكاديميين ممن هم في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية خطب الجمعة والجماعات وكلاء المراجع والأحزاب والتنظيمات الجميع يقرعون في الفكر الناصبي من أراد أن يبحث عن الأدلة البرامج موجودة على اليوتيوب البرامج التي قدمتها على شاشة قناة القمر الفضائية بالوثائق والحقائق والدقائق نذهب إلى فاصل الخطوة الأولى في ال اتجاه الصحيح كما أزعم الخطوة الأولى هي البيعة لإمام زماننا الحجة بن الحسن إذا كنا قد بايعنا بيعة الغدير فإن بيعة الغدير تشتمل على بيعة إمام زماننا حين بايعنا رسول الله وبايعنا أمير المؤمنين وحين بايعنا رسول الله وبايعنا أمير المؤمنين نحن قد بايعنا الله بيعة الرسول هي بيعة الله وبيعة علي هي بيعة الله ونحن بايعنا رسول الله وبايعنا أمير المؤمنين على ولاية المعصومين الأربعة عشر لن أذهب بكم بعيدا ولكنني أقرأ هذه الرواية من كتاب الغيبة لشيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه وهو من أفضل ومن أجود ما كتب في هذا الباب الناشر أنوار الهدى طبع الأولى ألف أربعمية واثنين وعشرين هجري قمري قوم المقدسة الباب السابع الرواية الثانية صفحة مية وستة وعشرين عن محمد ابن مسلم الثقافي قال سمعت أبا جعفر محمد ابن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول إمامنا الباقر كل من دان لعبادة الله يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله تعالى فسعيه غير مقبول كل من دان لعبادة الله يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله تعالى فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانئ لأعماله ومثله كمثل شات من الأنعام ضلت عن راعيها أو قطيعها فتاهت ذاهبة وجائية وحارت يومها فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها فحنت إليها واغترت بها اغترت بها تصورت أنها ستكون ملحقة بهذا القطيع وأن هذا القطيع هو قطيعها فحنت إليها واغترت بها فباتت معها في ربضتها الربض المكان الذي تنام فيه الغنم فباتت معها في ربضتها فلما أصبحت وساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها فبصرت بسرح غنم آخر مع راعيها في الحقول فحنت إليها واغترت بها فصاحبها راعي القطيع أن يتهشات الضالة المتحيرة الحقي براعيك وقطيعك فإنك تائهة متحيرة قد ضللت عن راعيك وقطيعك فهجمت فهجمت ذعرة متحيرة تائهة هجمت يعني تحركت بسرعة فهجمت ذعرة متحيرة تائهة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردها إلى مربضها فبينما هي كذلك إذ اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها وهكذا والله يبنى مسلم الإمام الباقر يتحدث مع محمد بن مسلم وهكذا والله يبنى مسلم من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل إمام من الله إمام من الناس الأئمة كثر والناس خدعوا أنفسهم بأئمة من الناس نحن هنا لا نتحدث عن أئمة من الناس إننا نتحدث عن إمام من الله وهو واحد هو الحجة بن الحسن صلوات الله وسلام أما غيره من الأئمة من الشيعة من السنة من أي ملة من الملل فهم كثر وهكذا والله يبنى مسلم من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل أصبح تائها متحيرا ضالا لماذا؟ لأنه حتى لو اعتقد بإمام من الناس هذا الإمام هو أيضا متحير وضال وتائه ونحن نشاهد هذا بأم أعيننا الأمة تنصب أئمة من الشيعة أو من السنة وحينما يحتاجون إلى رشدهم وبيانهم وهدايتهم يجعلونهم فيتيه وضلال وحيرة لأنهم هم أساسا تائهون وحائرون وضالون لا يعرفون ماذا يصنعون هذا هو الواقع على طول التأريخ منذ شهادة نبينا الأعظم المخالفون يعيشون هذه الحالة ونحن منذ أن غاب عنا إمام زماننا ومنذ أن توفي السفير الرابع ونحن نعيش حالة من الحيرة ومن عدم الوضوح إلى هذه اللحظة وهكذا والله ابن مسلم من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل أصبح تائها متحيرا ضالا إن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق واعلم يا محمد الحديث مع محمد بن مسلم واعلم يا محمد أن أئمة الحق وأتباعهم هم الذين على دين الله وأن أئمة الجور لمعزولون عن دين الله وعن الحق فقد ضلوا وأضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وذلك هو الضلال البعيد الصورة واضحة والرواية صريحة وبينة وجميلة في نفس الوقت لما جاء فيها من مثال توضيحي بين جدا هذا هو الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار لشيخنا المجلس وهذه الطبعة طبعة الدار إحياء التراث العربي صفحة ثمانية من رواية طويلة يرويها لنا المفضل عن إمامنا الصادق جاء فيها إمامنا الصادق يقول يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم عليه السلام كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة لعن الله المبايع لها والمبايع له اللعنة اللعنة على الطرفين لأن البيعة لا تكون إلا للإمام المعصوم ما معنى البيعة البيعة تعني أننا نضع عقولنا وقلوبنا تحت تحت أمره وإرادته تحت أمر وإرادة الذي نبايعه فأي شخص هذا يمكن أن يحمل من المؤهلات بحيث أننا نضع عقولنا وقلوبنا تحت إرادته وأوامره معكم معكم لا مع غيركم البيعة تعني أن الذي نبايعه هو أولى منا بنفوسنا وبذوينا وأموالنا وبكل ما تصل إليه أيدينا فمن هذا الذي يحمل من المؤهلات ما يكون شأننا معه هكذا البيعة تعني من أننا نطيع إطاعة مطلقة ولا نعصي معصية على نحو الإطلاق ولا نخالف ونحب على أساس ما يحب ونبغض على أساس ما يبغض والمعروف ما أمر به والمنكر ما نهى عنه والولي من يواليه والعدو من يعاديه والولاية والبراءة تدور تدور مدار مدار ولايته وبراءته هذا هو الذي نبايعه هل هناك من أحد يحمل من المؤهلات ومن الأوصاف ومن الخصائص ومن المواهب والقابليات ما يمكننا أن نضع كل ذلك تحت أقدامه هل هناك من أحد البيعة هي هذه ولذا كل بيعة من دون بيعة إمام زماننا هي بيعة كفر ونفاق كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه واللعنة مصبوبة على الطرفين على الذي بايع تابعا وعلى الذي بويع متبوعا لا يمكننا أن نبايع جهة شخصا إماما بكل تفاصيل هذه البيعة وبعد ذلك هو يخرق البيعة لا يمكن هذا أو أن يحصل نقص فيه فما قيمة بيعتنا حينئذ نحن نحن حين بايعنا كالذي يبيع شيئا وأخذه المشتري وتصرف فيه وانتهى الأمر وقضية المعاملة هذه هي البيعة أما أننا نبايع شخصا هو يتراجع عن بيعته بعد ذلك لأي سبب من الأسباب أية بيعة هذه أو أننا نبايعه ونعاقده على شيء هو ينقضه أية بيعة هذه هذه مهزلة يمكن أن نتفق مع شخص على شيء يمكن أن نوكله يمكن أن نجيزه ويمكن ويمكن أما البيعة مصطلحا ومعنا ومضمونا وحقيقة هي هذه التي أشرت إلى شؤوناتها وتفاصيلها وهذه لا يمكن أن تتحقق إلا ببيعة مع الإمام المعصوم ومن هنا كانت اللعنة على كل من يبايع أو يبايع له بعنوان البيعة الحقيقية البيعة الحقيقية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الحجة بن الحسن فقط ولا بيعة لغيره هذه القضية واضحة وصريحة جدا في آيات الكتاب الكريم في كلمات المعصوم في سيرتهم في الروايات والأدعية والمناجيات والزيارات هذا هو مفاتيح الجنان ماذا نقرأ في زيارات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هناك زيارة هي زيارة البيعة أنا أقرأ من مفاتيح الجنان وفي الباب الذي ذكر فيه المحدث القمي رحمة الله عليه زيارات صاحب الأمر ما يزار به مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه كل يوم بعد صلاة الفجر الزيارة التي أولها اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها إلى آخر الزيارة ماذا نقرأ فيها اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي هذا المضمون لا يصح إلا له ومن هنا إذا جاء أحد يريد أن يدعي هذا المعنى له تأتي اللعنة واضحة جدا مثل ما قال إمامنا الصادق في حديثه مع المفضل بن عمر كما قرأته عليكم قبل قليل من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار اللهم إني أجدد له في هذا اليوم أجدد لإمام زماني الحجة بن الحسن اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي بنفس المضمون الذي مرت الإشارة إليه قبل قليل وأنا أحدثكم عن معنى البيعة في زيارة من زيارات إمام زماننا ولازلت أقرأ من مفاتيح الجنان الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين يأتي في عبائر هذه الزيارة ما يشير إلى مضمون البيعة الذي تحدثت عنه قبل قليل بحسب عبائر هذه الزيارة أقرأه عليكم هكذا نخاطب إمام زماننا فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقين ولك إلا حب وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك مولايا فإن أدركت أيامك الزاهرة هذا الحديث المتقدم في زمان الغيبة التفتوا بشكل دقيق العبارات السابقة تتحدث عن مضمون البيعة في زمن الغيبة في هذا الزمن الذي نعيش فيه وإذا كان كلامي مصيبا للواقع من أننا في مقطع زماني عزيز غال حرج فإن هذه المضامين هو هذا وقتها إذا كان كلامي صائبا ودقيقا في تشخيصه هذه المضامين وهذا وقتها فلو فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقين ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا وَلِجِهَا وَلِظُهُورِكَ إِلَّا إناثي جمعا وتطلق على المفرد والمثنى والجمع فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك هذا الحديث وهذا الكلام في زمن الغيبة أما في زمن الظهور فإن أدركت أيامك الظاهرة وأعلامك الباهرة فهاء أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك إلى آخر ما جاء في زيارة الشريفة الذي يهمنا العبارات التي ترتبط ببيعتنا ونحن في زمان الغيبة فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهاد بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي بعد حصول هذه العقيدة وأنا في زمان الغيبة فأبذل هذه الفاء فاء تفريعية ما يأتي من موقف عملي أو قولي يتفرع على العقيدة المتقدمة في البداية تحصل هذه العقيدة فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهاد بين يديك إلا ترقبا وإنما يحصل هذا بعد أن نطهر العقول من الفكر الناصبي وبعد أن نزين العقول بمعرفة آل محمد مثل ما يقول إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج بعد المعرفة وطلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا إذا أردنا أن نحقق المعرفة فأن نطلب المعارفة منهم ولا يمكن ذلك إلا أن نطهر مصادر المعرفة ووسائل المعرفة وأن ننظف ساحة الثقافة الشيعية وأن نطهر عقولنا ومصادر العلم ووسائل العلم من القذارات الناصبية كي نستطيع أن نحصل على المعرفة السليمة وبعدها يأتي الانتظار ويأتي العمل أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج فبعد كل هذه التفاصيل العقائدية ماذا تقول الزيارة الشريفة فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك كيف يتحقق التصرف بين أمره ونهيه لابد أولا من تنظيف العقول من القذارات الناصبية لابد من تحقيق فقه بعيد عن علم الرجال البخاري ومناهج تحقيق الروايات وفقا للذوق البخاري وأن يكون الاستنباط وفقا لمنهجي آل محمد بعيدا عن المنهج الشافعي الذي يتبع اليوم في واقعنا الشيعي حينئذ نستطيع أن نشخص الأمر والنهيه بالنحو المجملي من حديث الكتاب والعترة أما أن نكون غاطسين في الفكر الناصبي وأن نمحص حديث أهل البيت في منهج البخاري وأن نستخرج الفتاوى والمضامين في المنهج الشافعي ثم نقول هذا فقه جعفر بن محمد فإننا لن نستطيع أن نحقق هذا المعنى والتصرف بين أمرك ونهيك لذلك نحن بحاجة أولا وآخرا إلى بيعة حقيقية مع إمام زماننا وهذه البيعة الحقيقية ننفذها على أرض الواقع بإحياء أمره وإحياء أمره ينفذ بتنقية العقول من الفكر الناصب أولا وبعد ذلك بتنقية الواقع الشيعي من الفكر الشافعي والأشعري والمعتزلي والصوفي والقطبي وهو الأخطر لأنه الأكثر رواجا في أيامنا هذه وعلى جميع المستويات خصوصا في المنابر الحسينية والفضائيات نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم لازال حديثي عن البيعة مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أتشعب في كل التفاصيل ولكنني سأجمل لكم الحديثة في مضمون هذه البيعة بنحو تقريبي كل إنسان مهما كانت ثقافته ومهما كان مستواه العقلي أو العلمي ومهما كان مشربه كل إنسان له قائمة أولويات في حياته سواء كثرت العناوين في هذه القائمة أو قلت كل إنسان له أولويات بعض الناس ربما أولوياته في شهواته في طعامه وشرابه وجنسه و وهناك من له أولويات في تجارته وأمواله وهكذا الحياة فكل إنسان لديه قائمة لستة لديه قائمة من الأولويات حين نبايع إمام زماننا فهل الجميع سيكونون على مستوى واحد من البيعة قطعا له لأن البيعة تتفرع عن المعرفة أساسا إنما يبايع المبايع وفقا لمعرفته فقد بيّنت قبل قليل من أننا حين نبايع إننا نأتي بعقولنا وقلوبنا ونضعها تحت إرادته وتحت أمره ما هو مضمون العقول والقلوب إننا نبايع وفقا لهذا المضمون مضمون العقول والقلوب يختلف من شخص إلى آخر ومن هنا فإن البيعة ليست بمستوى واحد قد تكون هناك خطوط عام من أنه أولى بنا من أنفسنا أو المضامين التي قرأتها قبل قليل عليكم من الزيارات الشريفة التي أخذت منها مقاطعا من مفاتيح الجنان ولكن تبقى البيعة على مراتب باختلاف مراتب العقول والقلوب وبقية التفاصيل يمكنني أن أقرب لكم الفكرة وفقا للمثال الذي ذكرته قبل قليل قائمة الأولويات في حياتنا في حياتي كل شخص منا هناك مجموعة من الأولويات هذه الأولويات نرتبها بحسب حاجتنا بحسب قناعتنا بحسب رؤيتنا للأشياء بحسب المنفعة والمضرة بحسب المصالح والمفاسط البيعة تكون وفقا لذلك هناك من يبايع ولا تكون في حياته إلا قائمة واحدة للأولويات ولا توجد في هذه القائمة إلا أولوية واحدة إلا عنوان واحد هو إمام زمانه وهنيئا لمن يكون كذلك قائمة بيضاء ليس فيها إلا عنوان واحد ولا توجد قائمة أخرى فرعية ولا قائمة ثانوية وهناك من يضع هذه الأولوية في قائمة ولكن أيضا هناك قائمة مرادفة فيها عنوين مختلفة وهناك من يضع هذا العنوان ما عنوين أخرى في قائمة واحدة ولكن هناك فاصلة هناك مسافة بعيدة فيما بين العنوان الأول إمام زماننا والعنوان الثاني وهناك من يبايع في قائمة واحدة العنوان الأول إمام زماننا والعنوين الأخرى تترى بعد العنوان الأول من دون أن تكون مسافة عقول الناس مراتب قلوب الناس أوعية كما يقول سيد الأوصياء في حديثه مع كوميل النوايا مختلفة المعارف مختلفة الهمم مختلفة والبيعة تكون على هذا الأساس خلاصة القول وجماعه نحن في مقطع زماني عزيز غال حرج البيعة أساس علاقتنا مع إمام زماننا تطبيقها عمليا بإحياء أمره وأحياء أمره يحتاج إلى مقدمة هي تطهير العقول وتطهير الواقع الشيعي من القذارات الفكرية الناصبية تنتهي تنتهي حلقتنا عند هذه النقطة للحديث للحديث الصلة وللكلام بقية وعيوننا متوجهة إلى بقية الله أين أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية إنه إمام زماننا ننادي وننجي الأمان الأمان يا صاحب الزمان نسألك يا أمان الخائفين سيدي يا وجه الله الذي إليه أتوجه نسألك أمان الدين والدنيا والآخرة تلطف علينا بحق الزهراء طاهرة